فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يبن الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت خدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله نسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن احتفلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتمة يركسوا فيها فإن لم يعتذلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوه فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرير متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مظالم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليهم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من النأهنين غير أول الضرر ولمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكنا وعد الله شسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توساهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جنا وساءت نصيرا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا رفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتلكوا الذين كفروا إن الكافرين كانونكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأكي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفرون أو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مينة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتوا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعوا جويا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحج من كان خوانا أكيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاجل الله عن من يوم القيامة أم من يكون عليه وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إكما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرغي به بريئا فقد اجتمل بهدانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إن لا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقا أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك التضاء مرضا في الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشافح الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله لجهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظن ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأذننهم ولأذننهم ولآمرنهم فليبثكن آذان الألعاب ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلف الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خفر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جني الناس تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجذبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع منه إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يستيكم فيهن وما يسلى عليكم في الكتاب في يتاما من النساء وما يسلى عليكم في الكتاب في يتاما من النساء لا إلا فينا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكعوهن والمستضعفين من الملدان وأن تقومون يتاما بالقصة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علما وإن امرأة خافت من بعنها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحصلوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرسكم فلا تميلوا فلا تميلوا كل الميل فتذروا هاك المعلقة وإن تسمحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يضل الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها المزين آمنوا قولوا قوامين بالقسط شهداء للناه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غليا أو ثقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها المزين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأذنهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبدأون عنده العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقربوا في حديث غيره إنكم بذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في الجهل مجرعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحف عليكم ولم نعلم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله من الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسانا يراؤون الناس ولا يذكرون الله وإذا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يؤمن الله فلن تجد له سبيلا سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا من مبينا إن المنافقين في الدرف أفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إن النذر تابوا وأصلحوا واعتصموا لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا العظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسلام